مشيو للشان الاتصادي في ترانس توتسويتا بعد شوية نرجع على البنك المركزي البيان متاعه والتفاصيل هوني نحكيه خاصة على التحذير المتزايد إلى التدايون الداخلي ونشيو الرقم آخر زيادا نشوفه حاولوا نفهمه هل عادي وأنه تونس اليوم اللي تحتل المرتبة 12 ضمن قائمة الدول الأكثر مديونية تجاه صندوق النقد الدولي معنا السيد محمد صدق جبنون في المباشر الخبير الاقتصادي مش نرجعه لسي محمد صدق جبنون ونحب نذكره سيدا وأنه البنك المركزي في بيان للبارح على أثر اجتماع مجلس الإدارة أنه بعض المناقشات اللي تمخذ عنها الاجتماع التاسع لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية بتاريخ 30 جنفر 2023 والي استعرضت تطور المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية اللي شدت على مخاطر ذات السيلة بتكثيف لجوء الخزينة للتمويل الداخلي وأشارت الهيئة بالخصوص إلى أنه في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية فأن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد لتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المصلطة على السيولة وإلى تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات بما من شأن تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات كما اطلع زاد مجلس الإدارة على توصيات هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بضرورة إرسال إشارات قوية تمكن من استعادة الثقة وإذفاء المزيد من وضوح رؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب بهدف إرسال انتعاشة اقتصادية شاملة ومستدامة هنا أحكيه على البنك المركزي في بنيانه الأخير أرجع معنا سي صادق جبنون سباح الفل سي صادق شكرا على التواصل نبدأ بالرقم لوليني تونجي وبعض للبنك المركزي اليوتونس اللي تحتل المرتبة 12 ضمن قائمة الدول الأكثر مديونية تجاه صندوق النقد الدولي هل هذا الرقم عادي أو مخيف ولا كيفش نجمه نقراه شكرا بالنسبة للصندوق النقد الرقم هذا في حد ذاته أنا منع أتبروه رقم يعني مخيف لأنه اليوم صندوق النقد الدولي يداخل في أكثر من 30 بلاد ويعني يتدخل أصلا في القارة الأفريقية لكلها نظرا لتداعيات الأزمة الأخيرة الأزمة المستوجة الكورونا وثلاثة للإمداد بالتالي يعني من الطبيعي كونه مجال تدخل الصندوق يشمل عديد الدول بالنقود يعني أصلا قارات خاصة في القارة الأفريقية وفي القارة الأسيوية اللي يسمع يقول المركبة 12 يعني مركبة متقدمة ومديونية مرتفعة لكن في واقع المدونية تجاه صندوق النقد يعني ليست مرتفعة هي في حدود 1.9 مليار دولار وما هيش يعني ذات يعني أهمية بالمقارنة مع المستوى الدين بصفة عامة أو حتى بالمقارنة مع المستوى الدين الخارجي لكن يعني الإشكال ليس في صندوق النقد الإشكال هو في بنية الاقتصاد التي تقوم على التداين الموجه لنفقات التصرف على حساب نفقات الاستثمار والاستهليك نعم فاوض بيش تمشي الديون للبنية التحسية ولأحداث الصناعات ولتشجيع التصديق الديون العزقة ليست شيئا جديدا الديون العزقة منذ منتصف التسعينات في نهاية التسعينات بدل من حدود هذا يمشي بشوية بشوية إلى去 ترقيع النقص النقص المداخيل المتأسية من الجباية والضعف الهيكلي للاقتصاد لأن اقتصاد يقوم على العملة الضعيفة واليدة العامة الرخيفة فالمنوال هذا هو موقع التحول من منوال 72-93 إلى منوال القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا فبالتالي يبقى رهين التداين الموجه لميزانية التصرف ومع إشكال المؤسسات العمومية لأصبح شيء قل متاحا كبير ولأصبح تمثل مشكلة حتى في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى البنك المركزي البارحة اللي بش نرجع أسادة على البيان اللي أصدره تقريبا أبرز عنوان اللي هو موجود اللجوء أو يحذر من اللجوء المتزايد إلى التداين الداخلي ويدعو إلى إسراع في تفعيل الإصلاحات البنك المركزي هنا مرة أخرى يعني يصيب في التقييم المتاعه لأنه في نفس الوقت لو نقرأه البيان الأخير ممتاع مديز ليس تخصيص الترتيب السياد إلى ساعة أدو ولكن البيان المتعلق بالأربعة بنوك التي يقوم بتقييمها في تونس دوريا يبين تونه القطاع البنكي الداخلي معرض بصفة كبيرة إلى التداين العمومي اللي يمثل تقريبا سبعة وخمسين في المياه من كل البيون التي تطعطيها المنظومة البنكية وهذا في حد ذاته يمثل يعني حسب معايير المخاطر يعني مخاطرة عالية خاصة بالترقيم السيادي الحالي ويبين كونه يعني الديون يعادتها البنوك تمثل واحد فاصل واحد يعني يعني مية واحد بالمية من موجودات البنوكة ومن قيمة القطاع البنكي ككل وبالطبع هو إلى حد الآن موقعش إشكال مع التعديل العمومي ولو أنه قاع يعني نوع من إعادة الشدولة إلى سنة 2020 و2030 ولكن يعني يبين كونه نسبة المخاطر هنا عالية ويطلب بإعادة يعني النظر في هيكلة الديون في الداخل ومنزيد حكمة هذا القطاع لأهمية القطاع البنكي فهنا البنك المركزي في نفس السياق يعني يطلب كونه يقع يعني تفعيل للمحركات الاقتصاد الأخرى وعلى رأسها محرك الاستثمار لأنه فمن معها مخاطر يعني مخاطر التعرض إلى الديون العمومية ما نمتاوش كونه قيمة العملة يعني كل مرة ينخفص فيها الدينار التونسي بـ 1% يزيد في خدمات الدين 818 مليون دينار وهو يومسل 0.5% من المنتج الداخل الخاص فبالتالي لابد من تدعيم القطاعات المصدرة والتي تأتي بالعملة خاصة قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية قطاع نسيج اللي من المبقات مثل كان 10% يعني 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 مهمل يعني المداخيل في نتج داخلي ولكن هي تتحق أكثر بالطبع سمى الإشكال غلاء المواد الأولية ولكن هنا لا بد من تفعيل المحافكات الأخرى وعلى رأس يعني الاستثمار والتصدير والفياحة أيضا والقطاع الفلاحي لأن هذه كلها تمكن من تعديل الكفة زيدها على هذية كل قطاع الفصفات الآن يعني الأفعار خاصة مشتقات الفصفات مرتفعة للغاية ويمكنها أن تعدل هذه الوضعية ولا تجعل فقط الاعتماد على التدايم يعني لابد من التعديل نحو تفعيل الاقتصاد لأنه يحب يخفص في كل الحالات الحل لازم العجلة بتعليم تجد ثنيها صحيح لحل الأول والأهم هو دعم نسبة النمو يعني لما يكون موجود نسبة مرتفعة ونسبة نمو يعني ما يقلقش بالنسبة بالنسبة للناس الكل وتقريبا التونسي العادي اللي ما كان يهتم حتى بصندوق النقد الدولي والقروض وغيره طوى كل الأنظار تتجه إلى الصندوق النقد الدولي فماش بوادر قاعدين تراو في الكواليس في فما بوادر وفما القرض بشي يخذوه مش بشي يخذوه هو أشوف يما يش مسألة يعني واحد بشي مش برؤية يعني مش برؤية يعني مش بشكل يعني مش بشكل عن الغيب هو صندوق النقد الدولي قال كونه تم تأجيل الملفة التونسي إلى حين استكمال أو الحين الشروع في الشروع في الإصلاحات أنا أعتقد منه هذا رأيي الخاص لمحال كونه الصندوق ما عندوش يعني مانع هام لإسناق القرض إلى تونس لتنبو داريفان هي حسما تم إعلان إصلاحات لمناخ الأعمال قبل وزارة الاتفاق هي حسما إصلاحات على الصعيد وزارة المالية لكن لما يعني تقول كون الإصلاحات بشتتم على فترة متوسطة من عام إلى ثلاثة سنوات ما نعتقدش كونه يدخل في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة لأنه تم في الزوز اتفاقات الأخرى بعد بالإنجاز يعني آنذاك ولكن المطلوب هو رفع مساق الإصلاحات مثلا لو كان يقع اعتماد روزنامة على الأقل متع الإجراءات التي تهم تشجيع الاستثمار وتحفيز الاستثمار روزنامة لا تتجاوز ستة أشهر على الأقل لأهم الإجراءات أعتقد أنه هذا سوف يحفظ أكثر الصندوق النقد الدولي وتبقى العقدة الرئيسية اللي هي في حسب رأي ما هي مسألة الدعم لأنه الآن كل الدول تقوم بدعم المنتجات الغذائية وعلى رأسها الدول الأوروبية المشكلة الرئيسية هي مشكلة المؤسسات العومية إما يقع إعادة هيكلدها لأن النظر فيها نظر حتى فيما هي القطاع العمومي نشوف على الأقل الدول القريبة منها موجودة معنا في الترتيب في صندوق النقد الدولي منها الأردن وخاصة الشقيقة مصر كونه يقع الآن فتح الاقتصاد وأيضا عمليات خصخصة أهمة لقطاعات برمتها كطاع البنوك في مصر قناة السويس في الأردن كذلك في المغرب مقصر كلهم يعني ما يجب تكون تم احتكار للدولة لعديد القطاعات حضرة إيديولوجية واضح شكرا لك بركة الله فيك محمد صدق جبنون على كل هذه الإضاحات l'essentiel de la musique